في هذا الفيديو سأعرض عليكم ميزات متقدمة أكثر لمعلمات Blitz Report على سبيل المثال كيفية استخدام أنماط المؤشرات المختلفة وكيفية استخدام SQL الديناميكي وكيفية استخدام أنماط قائمة القيم المختلفة وكيفية استخدام القيم المطابقة والقيم الافتراضية الديناميكية لذا خلينا نبدأ بتقرير الاختبار عندنا خلونا نهب إلى نموذج Blitz Report هنا عندنا نفريسبا الاختبار لأستي بأي بي نوف بلشيشة الإعدادات عندنا هنا استعلم شيئهم بيشير البيانات من جدول موردي AP زيس عمودين من جدول موردي AP وكل الأعمدة من فواتير AP من الجيسة ينسيكس عندنا ننفوه المعلمات التي تفعلها ما تبوي بالمعلمات هاي زي عندنا معلمة لإسم المورد رقم المورد تاريخ الفاتورة من ولا وواحدة أيضا لتاريخ الإنشاء ويشيأس على المعايير عندما يتكون عبارة عن إسم المعايير وتقييد العب وهي تشير إلى مارسيت هنا والمارسيت تعني عنصر نائب في استعلام SQL لذا هنا في استعلام SQL ترى واحد يساوي واحد وهذا الموضع هنا بيستلسي كل شيء الموضع في استعلام SQL ما نيش هدوس أثناء التشغيل هو أنه إذا يمسم السيدن بإدخال قيمة لهذا المتغير الاختياري لإسم المورد في هذه الحالة فإنه يبدأ في تقييد البيانات بإدراج قيود العمل هنا مباشرة قبل واحد يساوي واحد لذلك لا تنواع بشترفت من أصر المراسي لذلك يمكن أن يمتلك لسبب نمط الارتسي وعاد يساوي وايدس بل يمكننا سيضا أن نستخدم القواميس والربط المباشر هذه الأنواع التالفة من المراسي موصوفة في دليل المطور على صفحتنا الإلكترونية فإنه يمكننا القسم 102 المراسق والربط هذه هي أنماط المراسق المختلفة لدينا مراسق 1 يساوي واحد 2 يساوي 2 وتكون عادة في جملة الشرط وهذه هي التي نستخدمها في أغلب الأحيان افتراضيا لكن يمكننا استخدام القواميس ويتعمل بنفس الطريقة كما في أدوات التقارير الأخرى وكذلك تقارير أوريكل القياسية بحيث إذا كنت تستخدم قاموسا يمكنك البدء في استبدال كسم كلمة ناص SQL بيستصف العلم حسلة SQL ثم لدينا أسلوب الرابط الباشر بيستخدمها يستخدمها أوضاً يمكنك إيسو استخدام الربط مباشرة في استعلم SQL هنا بفريد جدول يوضح الفروقات سأعطيك مثالاً هنا نقوم بتشغيل تقرير أولاً لمعلمة اسم المؤرد في أعلى في الوقت الحالي عندنا بالفعل قيمة افتراضية لتاريخ الإنشاء من لما ينزوم بتشغيل كيوبيديو الطريقة مع قيمة تاريخ الإنشاء المملوءة بيتم تشغيله بشكل تلقائي استعلم SQL يشوف علامة التبويب الخاصة بالمعلمات هنا في قسم SQL هذا ما يتدعي لشنطن الشرط الخاصة بتاريخ المعادلة تلقائياً وحنا ننشيره للعنصر واحد يساوي واحد لأن تقرير بلتس بيحتاج إلى معرفة في أي موضع يفع إدراج نص استعلم SQL ذاك تد يسيت رايس بادرس قبل اشتر الواحد يساوي الواحد بحيث المنكي إذا كان عندك استعلم كبير يحتاج إلى العديد من اتحاد الكل التحتاج إلى قيود خلفية مختلفة من أجل نفس المعلمة وأحياناً حتى في موضع متفسة من استعلم SQL ومثل حاصل نقاط مرجعية مختلفة مثل واحد يساوي واحد أو اثنان يساوي اثنان أو خمسة يساوي خمسة على سبيل المثال ويتم إدراج قيود الخلفية في مواضع مختلفة لأني أعطيك مثال الآن هذا بسيط جداً لكن دعينا نضيف جديد خيننا نقول نقطة تثبيت ستة تساوي ستة ويسيم خيننا نشير إلى تلك النقطة هنا لمعلمة رقم المورد ما يشدس هو أنه بمجرد أنه سوم بإدخال القيمة كمستخدم لمعلمة رقم المورد خينا نختار هذا على سبيل المثال بالبلايستيك الرخيص خلينا نأمل أنه يكون عندهم فواتير من العام 2022 يسأل ليس؟ ونشو نعم في في حتى فواتير ما زيش خلينا نحبل المعايير ونحدد مكان في جملة جملة تاريخ الانشيء وير تدرج قبل النقطة المرجعية واحد يساوي واحد بينما جملة رقم المورد وير تدرج قبل النقطة المرجعية ستة يساوي ستة هنا ذيستوي سيف فتم استخدام هدي المرايسي بحيث يمكن يكفر ليس علامات SQL مختلفة في مواقع مختلفة من استعلام SQL هيدا لسيه نمط الربط واحد يساوي واحد هدا سوي الاول هنا باش عندنا وايصا امكاني استخدام الرموز اللفظية يمكننا استخدام رمز لفظي غاني اوضشتك سيمكنك ان ان شاء اللي يزيكال من شل في جملة حيث هنا البند من اسم يمكن سيكش اندت فيل الشيء نفسه داز يمكنك على سبيل المثال القول اذا قام المستخدم بتعبئة اسم المورد اود ان ادخل هدي حيث الشرط بس اني شعصا لانك تشوف انه هذا ما يحتوي على كلمة النهاية والكسر السطري في النهاية لزاك غين نضيف ايضا هذا والكسر السطري كذلك هدا هو الفرق الرئيسي لزاك يمكننا ايضا القيام بذلك بهذه الطريقة ولما نسوم بادخال عشني يلس انا منشو اسم المورد شريم للرعاية الصحية بتم ادراج هاي الجملة الشرطية في استعليم سيكيوال هاسنا لنس روافل استعليم سيكيوال مرة اخرى توفوده انه اسمع هاهو شرط وير زم يتم ادراج هاي الشرط وير في استعليم سيكيوال بموقع المحدد ليكسيكال سيكيوال يمكن استخدامه ايضا او ربما يمكنك على سبيل المثال الحصول على عاية المنس القواميس في جملة وير كلوز لان الفائدة من استخدام علامة واحد يساوي واحد هي بالمقارنة مع عادية دوس الدوالة اللفظية هو انه ليس علينا التفكير في اضافة الكلمة المفتاحية اند الى نهاية القيد لان اند تكون احيانا في البداية واحيانا في النهاية ثم تحتاج الى التفكير في القيام بذلك بشكل صحيح واذا استخدمت النمط واحد يساوي واحد فانه يعمل فقط لاننا يعيقوم البرنامج تلقائيا بادراج كلمة اند وعودة السطر في نهاية النص السري لذلك بام سينانتنو عايتا نستين تيت القيم القاموسية للأعمدة عايزة لنفترض انك هترغيف خلي قاعدة البيانات اسكيوال ديناميكية وتخالب في اضافة اعمدة اضافية في استعلام اسكيوال من قلق المورد معين ويزب عليك اضافة معامل اضافي يسمى هلات هدي مايش تضطريني صحيح خليني اضيف القالب اول نفترض اسنا فوق باضافة اعمدة اضافية للمورد في هدا الموضع اذا لاكش الاعمدة هدا عبارة عن معرف وعزيل هدا واللانج سنودن عني خالده ديناميكي ستبحيس يمكن للمستخدم اختيار ما اذا كان يرغب في رؤية هدا الاعمدة الاضافية هنا ام لي لذا اذا قام بتشغيلي فقط خاني اشير الى هدا مرة اخرى ثم يقوم بتشغيله نعزل هايز سوى مريخات اثناء التشغيل بتم ازالة لكسيكال وصبع جملة SQL بالضبط زي ما كانت من قبل لاسك هاتشوفي هنا ان القاموس موعد موجود داس يسفايب نفس الاستعليم ما لسي كان من قبل سوالسيس سولين اذا ورسرينا تنفيذ شي ديناميكي ما كنا على سبيل المثال ان نقول ناومس بانشيء معلمة اضافية لعرض تفاصيل المورد دميس قم بالسوريس اس دا القاموس علي سبيل المثال ده وهونا ما ندخل نص الSQL وده انا الان ماش عرف جميع اسماء الاعمدة بحيث اتمكن من استخدام تود لذكش لتكميل ما يلي من موردو الحسابات الدائنة ثم اريد ان نسميهم اسم APS ده انا نقول المحاسبون المعتمدون كود البحث لنوع المورد ولنوع المثلا ال غمس باعث الدافع اكسال وندس ايضا يمتوى ذا ببالي البروس عن كود استاعت الدافع حسن تيوند اسعال نفترض انا نودي رؤية الاعمدة الاضافية يمكننا اردت ادخالها في النص البرمجي SQL لذلك القاموس ثم نحتاج الى اتاحة فرصة للمستخدم ليقرر اذا كان يرغب في ذلك شاهد هذا المعامل فبشكل اساسي ايام ترسم هو بغض النظر عن القيمة اللي يدخلها المستخدم هنا ويقون بادخال نص SQL لذلك يمكننا على سبيل المثال ادخال اي شيء او عادة ما ندخل شيء مثل نعم او وي ثم يتم ادخال نص SQL او ده يعني عندنا لشين فجأة دي الاعمدة الاضافية شين سي الاعمدة غينتن رموز البحث عن نوع المورد ونشوف رموز البحث عن نوع المورد اغلب السعال استرس ان عندنا لقالب خلينا شوي الى القالب تنظر انشئنا قالب المنقبل ويزيل القالب وستوب جميعها لاني تكالب بيروسط يعمد عليك هذا السيفال السلطن شنشوف في الجلسة السابقة ولم يظهر كل شيء ده الآن عندنا دي الاعمدة السلية الاضافية ويزا تريك المستخدم القيمة فارغة لهذا المعامل لاني كل تليس ما سانا يكون عندهم دي الاعمدة الاضافية بدي الطريقة تانية يمكنك تعديل SQL بشكل ديناميكي ونستخدم هاي الطريقة فعلى سلة المثال للتقارير فعلى التقارير تقارير تقارير الفاتورة والخطوط حيث تقارير على مستوى الفاتورة او مستوى الرأس او مستوى الخطوط او مستوى التوزيع ثم بناء على اعداد المعامل يتم عرض المعلومات الاضافية بل اندي موتن حسين فهنا اظهر تفاصيل المورد بس نمال لس قائمة قيمة هنا لانه النوع مجرد حرف هدك عادة سمن يقول لاش لهاي المفاتيح اللي بتطلب الاجابة بنعم او لي بعدم اختيار قائمة القيم القياسية لأوراكل باش عدنا قائمة قيمة مخصصة تسمى نعم فقط درسينا اي مشروع يستد مسيرا درسينا اي تاود ان اسبعان امرس فريس انو ديك في احتفال افري متين فارغ ولا شيء لزايج في الاساس استعلم اسكيو اللي يحتوي فصل انظيمة واحدة سمات شفر الاسكيو ذاي اونست باختيار قيمة وطائي وادك شنعم من دوال ولا الفيدة من وجود قيمة واحدة فقط هي ان المستخدمين يمكنهم النقر المزدوجو كأنه مربع اختيار مما يوفر لهم وقتا اضافيا في الكتابة لذا فهي مريحة جدا ان شاء عن درسينا 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 بنقر مزدوجة في انه يظهر القيم الا في انه يكون فريغا ثم فايسا يدريس دول استخدام الاساسي وعندنا ايضا النوع الثالث من الطريقة التقليدية اللي تستخدم عادة في ادوات التقارير وهو سي الربط المباشر لذلك يمكننا ايضا استخدام الربط مباشرة في استعلام اسكيو ال والرجوع اليه هنا فعلى سبيل المثال بدلا من استخدام هنا بالنسبة لي الاسم المورد بدلا من وجود جملة where هانا ايش يدي ممكن نقضح عمباشرات في استعلام اسكيو ال افنو ايدي نقل يغس لينا انتروها فيه بالنهاي او اسفرين سينا سمسا نسميه يعينا نستخدم اسم ارتباط مختلف بايند او نيم اثنين فيمكن القيام بريكسيب سيشو الطريقة جاو جاوز و الان شان فوشت الى الاشارة الي يجو الربط لذا ايش هنا فعليه من تبويب المعلمات بدلا من الاشارة الي بهذه الطريقة لاني سيشير الان بدلا من التثبيت واحد يساوي واحد يعني سيشير الى الاجارة الربط مباشرة هنا بهذه الطريقة لذا فانو داوص يعمل ايضا 3M خلينا نشوف اذا كان عندنا فواتير من استعمد 2022 كان اندي ايضا بس ان الجانب السلبي الى هالنهج وده هو السبب فانما نستخدمه كثير هو انو اذا ما انتش خلون فيه وجود معلم اختيارية مثل هذي وتركتها فارغة ما نستعد اي بيانات لانو وفنا فيه علامة يساوي وايساوي فارغة مميش عبارة صحيحة ولدا السبب ما نشوف اي بيانات لدا السبب ايقو المطورون في الغالب باستخدام بنا NVL دا يقو مبشي متل اذا NVL ومنتما جامتوا واستع اذا باكس تمستمسكي الكيمة فارغة بس المشكلة بين دا النهج هي انو بسبب وظيفة NVL هنا نمعد بامكان الاستعلام استخدام الفهرس على اسم البائع بالنسبة البيانات المورد قد يكون الامر مقبول لانها صغيرة بما فيه الكفاية بس ان اذا كانت لديك مجموعة بيانات كبيرة من المعاملات فان هذا NVL غير مناسب لهذا السبب ما نستخدم هذا النهج المباشر للربط للمعلمات الاختيارية نستخدم هذه النقطة المرجعية واحد يساوي واحد ونحن نسمي بالدالي شرط العمل فاصل دا سم يسمي بالدال قيمة ما للمعامل بالفعل واذا ما نسمي بالدال اي قيمة للمعامل بنا ببساطة ما ندخل جزء شرط العمل دا سكي عمل بخات سافرا في مستالس بلا ادر دا سبرني احذف هذا مرة اخرى ودالس من تفاكس درني الشصلة واحد يساوي واحد بس فيتش نحتاج لو اعادة وضع القيد مرة اخرى اي بيست اندرنيم يساوي اندرنيم بالسيس بيستعجو عن الفوسب دل اسم اي اسم لدي اسمان انا اي ام تسميتو بايند واحد القيد الوحيد هو ان في قاس يستخدموا في سلسلة واحدة فقط دازم ما ما يسمح بيستخدموا فيهم اخرين انو في دلحالة دا دي حدست عارض فلس كم تسم تعبئات كلهما في نفس الوقت من قاعد البيانات نفس القيمة لكلهما ما انا اي انجح داي دم يمسي القيم بالكبير الطائقة لكن ليتستخدم نفس اسم المتغير المربوط بالضبط حسنا فاندس في ما يصرف المعايير داس منك ان تكون هذه القوالب اكتر ديناميكية على سبيل المثال دعني اظهر لك مثالا سريعا تغير سوء تغير خويسا موردي الحسابات الدائنة دم يشتوي على بعض الامثلة الاضافية حيث انه يستخدم هنا ايضا النمط المرسى واحد يساوي واحد معبود جملة where والرب داخل تلك الجملة سنتجي على معايير اضافية على سبيل المثال هنا يوجد معيار يسمى عرض جهات الاتصال ويمكن المستخدم ان يقرر وهنا مرة اخرى قائمة القيم نعم ولا لذلك يمكن المستخدم ان يقرر ما اذا كان يريد رؤية معلومات جهات الاتصال ام لا افتراضيا تكون معطلة واذا نقر نقرا مزدوجا يتم وضعها بشكل والفرق هو اذا ما انظرت الى استعليم خرونة نرس خرونة نيكا اي نورس المكان المحدد للمعلومات الاتصالية او اي ساول اصلا اللي لك بيستبيت تفري واحد لأس عمود جهات الاتصال حيث بتم ادراج الاعمدة الاضافية لمعلومات الاتصال سمو شيسون يكون فيه نوع اخر هو هنا في الستعلم ودس وز العريط او الجدول لجهات اتصال بيو الموردين واذا فرن داك تا تم لا ملء الليكسيك لانه بالحرف نون فان هذا يعد شرطا حقيقيا وإلا فان يكون غير حقيقي لذا اذا لم يكن حقيقيا فان هذا الجزء لا يرجع اي بيانات ومن المحتمل ان يكون مرتبطا خارجيا في الاستعلام الرئيسي في الاسفل تاكت بيساليس ما يتشيل واليلا البيانات تروسيين الانضمام تلقائيا سيداتي عمد الوضع وان اذا تركنا فارغ انفان سيلي عرض معلومات الاتصال بس ان اذا ملأتوا بدي الطريقة سيزا مقوم بتشغيله اعمل ان لا يكون كبيرا جدا ان دا السرعي سوى اني شاط بالس الموردين بس نعلا سفاي في الاختبار اعتقد انه صغير بما فيه الكفاية نعم وستين بغي ان نشوف معلومات الاتصال ويمكن ايضا نستطل الاطلاع على استعليم SQL في دي الحالة اذا كان استعليم SQL كبير بعض الشيء فقد لا يكون من الملائم مراجعته هنا في ملف اكسل عندها يمكنك الانتقال الى ملف السجل وهناك يمكنك رؤية استعليم SQL بالكامل في الاعلى وتشيل عيطن في البداية قيم الربط المستخدمة داتي هنا على سبيل المثال دهي وقيم المعلمات اظهار السياق نعم والقيمة الداخلية هي واي وعلى سبيل المثال كانت العمليات فيجن هي المعلمة المدخلة لوحدة التشغيل واسم المتغير للربط هو رمز النقطتين والشرطة السفلية ثم الوحدة مع الشرطة السفلية وهيكده نستمر نشولين ده من نضاسنا الى الاستعلم in offense الاستعلم الفارعي هنا سم هاستو عرض السياق هي سم يدخل الحرف Y ما يعتبر هده شرطا صحيحا وبعد ذيك يضيف هده الاعمدة السياقية الاضافية ايضا اذا قام المستخدم بالاختيار ويمكن صاري رسنا نريد منشال اسمت هون سايكة سكيمة طوال معامل هين هده ينصلس هنشي من مضرحي بعد عندنا لكسيكة الان نفس المعامل اسم المعامل هو شو كونتكست بس عندنا لكسيكة الان مختلفين الاول هو شو كونتكست هده هنا وان تيم برسنت شو كونتكست الا السيني هو سم برسنت كونتكست 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 الكسيكال ويتم اتخل هده الجزء فيه الكسيكال ويتم اتخل هده الجزء في الكولمس كونتقس الان نفس ما يحقا اسكيو الفات تريس بموكر دي مختلفة وملكش عن طريق استخدام نفس اسم المعامل لكن بس الاول واحد بساط الرقم الحر ي欢ل يكون عنده تسلسل العرض إما البقية دي فانس يكون عندهم تسلسل العرض يمكنك عيصان يتشرده سراغ مسترنسا ما يمكنك الإشارة إلى مؤشر مختلف هنا سما يمكنك أنشرو هنا لنقل مثلا هنا دي واتستيك في العفروس دان سرية توتو وخيدا يماكي تستيم نصوص سرية مختلفة لنفس المعامل وف مواقع مختلفة غير يعود إلى تسلس تخير ودد جميس لندو أبسط فعلات سونا تسيك شما يفعل شاس بعض هو لس انتو علي اسمو خلفة عنده ويمل القيم أول بخصوص دي المعلمات في أمر سار في زب شرحه عندنا أيضا عمود مطابط القيم هنا لما كنت يكون عندك كسلي ليد النصوص SQL ستلس لنلف سطاق قامت المعامل وذي كبنينت على القيمة اللي يزل اختار هل استخدم تاني صرفة اذا كنا بمني العثور على تقرير مثال اعتقد ان فواتير وخطوط الحسابات الدائنة هيدا حيكون ان شاء الله سلك عن عمس دا زيد شنس هذا الشيء الدائس يحتوي يوز بيانات فواتير المارد وبيانات خطوط المارد وبيانات توزيع خطوط الفواتير انما نقوم بتشيء ليس هيكون عند المستخدم معلمة غيرت رئيس لانتنفيذ الاساسيش تدسمها للمستوى العرض وهذا ينشير الاجتقص على تلقي مستويات مختلفة للرؤوس والاسطر والاسطر والتوزيعات ثم بناء على المستوى اللي يختاروا المستخدم يدمج نصا مختلفا للسكيوال في هذي العناصر القاموسية هنا لذا يترى هنا ان مستوى العرض هو تسلسل الاربعين ذا فاس بحيدا من دو ترتيب العرض بما الاخرون ما يحتويين على ترتيب العرض باك عندهم معجميات مختلفة مشارئ اليها وهذه المعجميات ها بتكون موجودة في قاعدة البيانات اسكيوال الرئيسية داس احنا على سبيل المثال هنا عندنا استرد مسترد عقيدا انسان بيمكن العثور على القواموس ذلك واحد العناصر الفئات العمرية هنا عمود تفاصيل الفاتورة على سبيل المثال ثم عندنا اعمدة DFF واعمدة تقسيم التوزيع وفئات عمرية وما الى ذلك وهنا على سبيل المثال المتغير اللي يقرر ما اذا كنا مجيد عرض بيانات التوزيع ام لا وما الى ذلك فايفني عمت فيك هو سني عريد الشرح القيمة المطابقة اذا كعندنا هنا كل هي العناصر اللغوية المختلفة ونص اسكيوال اللي يتم ادخاله هنا على سبيل المثال هذه الأعمدة تتعلق بتفاصيل الفاتورة ونص اسكيوال وهو الناس كاريس تتفاصيل من مكتوب سطري ما تشفينا ممكنني استري الى الجانب الايمن لا ده بالفعل على مستوى السطر لانسينا على الجانب الايمن يدوز كايسي سنريس قيمة المطابقة يعمل مثل اللي بان الحالس اذا فهم امكانك الاشارة الى قيمة المعامل المدخلة من قبل المستخدم يمكنك ايضا النقر على قائمة القيم ويمكنك ان تقول اذا ادخل المستخدم قيمة الاسطر فانك تريد الحصول على هذا فاكت النص لرن جيوس اسكيوال وفاون اللي يدخل ديناميكيا فاكنا اذا سيموس تدعو القيمة الاسطر والتوزيعات بدلا من ذلك فانك ما تحتاج الى ان يكون لديك نص اسكيوال اطول بيحتوي ايضا في النهاية على اعمدة التوزيع هكتنا ممكنك تسمييز اسكيوالي تود ان فيدع شي يسبتو على القيمة اللي يختار المستخدم يمكنك شداء استخدام البدل وده يعني اما تلك السطور او السطور والتوزيعات هكتنا ما يعمل الامر ما بيستطع فيدع اسبعيش تعايدا بعض الشي ويمكنك ان استخدام اسكيوال الديناميكي للنص اسكيوال على سبيل المثال هنا صالص بي اسكيوال ثايد اذا تست تعرف ساقنا انه بالضبط الاعمدة على سبيل المثال هنا يتم معرفة اسماء الاعمدة وكل شيء ولكن في بعض الاحيان اذا كنت ترغب في بناء تقرير متري او اذا كنت تود انشاء الحقول المرينة بشكل ديناميكي الالتوستيشنفطي الحسابات على سبيل المثال بتقاريرنا المالية ان نستخدم هذا الاستعلام الديناميكي اسكيوال حيث انك ما تعرف الاعمدة مسبقا وهنا على سبيل المثال عندنا باراميتر للسجل سو عندنا انصر لغوي لعمدة ما اتشاري التوزيع وكل عميل عندو مخطط حسابات مختلف وانسو بيك عن طريق وجود فاينس اسكيوال عندنا استعلام اسكيوال يبدأ كلمة سيلكت وكل شيء يبدأ بالسيلكت بتم تنفيذه ديناميكي قبل تنفيذ التقرير الفعلي دعني انفذ ستاف تود لتفهم ما يشولوا هي دي امي فحص اعدادات الحقول المرينة الاساسية الخاصة بيك اوه ما يجدي سايشي برسمة داخل المعامل الصحيح او برسمة لاني الماكن ستخصيص سياق الجلسة ربما دعني اهبوا الى مثال ابسط في تقرير موردي حسابة الدفع انا او اضا ينساعدنا معلمة تتمتع بتنفيذ ديناميكي وهي قصة اعمد المجالات الوصفية دي اف اف كولمز دعلك هيني ساتيو سايشنجر فاني يبدأ باستعليم سيلكت وده الاستعليم سيلكت يرون ما يختار من دالي وهدي اللي ستالي بتعيدلنا نص اسكيو لإعداد الحق للمرن دعني اريكيو زي يعني ذلك اذا نفذنا هذا في التود عندنا تم اجايس نص طويل وده النص يرجع بساطة نص اسكيو لإعداد الحقول المرنة لدي احنا على سبيل المثال يتم مطابقة خاصية 14 من جدول الموردين مع هي الخاصية العمود دعني تسترو شغلو مع تعيين ديك المعامل على نعم ونسبو الكم 65DFF يقول استعليم SQL إكسان تستبدلو بالعمود F عزودة هو الDFF يستعم بإدراج ديناميكي لذا يمكن نعود الاطلاع على الاستعليم SQL في ملف السجل ينتن وماتا وسعنا قصتي وده يتو اس العمود الديناميكي فيني توف انت نتيجة العمود السم 14 وده يتو اس الجزء الديناميكي اللي يأتي من مخرجة هذا الاستعليم اللي يتم تنفيذه ديناميكي من قبل تنفيذ التقرير الفعلي بيكا سلامسكرا سلايت طيق سوعة ستغيشتي وسلايت روز سرانسون أبي السرس أي وفي اسم يعامل تفق ذلك هلذا ممكن ميت بذا كانت بحاجة رؤية أمثلة جاكاك استخدام تقارير بلتس الحاليات وبعدها ممكنك ما يشيلس كيفية عملها ونعم ها هو السنية باوس مدى عندنا افضل انواع مختلفة من قوائم القيم عندنا هنا قائمة من القيم من بلتس ريبورت وقائمة القيم المخصصة قائمة القيم من أوراكل جراني أعود إلى تقرير الاختبار الخاص بنا هنا ولانه هنا بيمكننا عند تعديله دون تعديل تقاريرنا القياسية لذا عندنا هايسة الانواع المختلفة ويمكننا على سبيل المثال بدلا من استخدام الكاستم الخاص بنا قائمة نواع قيم بلتس ريبورت هي النوعين الأوليين يمكننا استخدام نوع قائمة القيم القياسية في أوراكل ذلك يمكننا اختيار منسمي يظهر قائمة بجميع مجموعات القيم في أوراكل واحنو بالتأكيد عندنا مجموعة قيم للموردين أو البائعين خيخينا نشو هنا شطنا يتشوف عمود الاستخدام اللي يظهر عدد مرات استخدام مجموعات القيم هاي في تقرير بلتس لذا هذا واحد شائع لأن تم استخدامه واحد وعشرين مرة لذا أخينا نختار هذا ثم يمكننا مراجع على استعلام يمكننا النقر على استعلام هنا وهذا آية سوف اتسبس بيوانا أن شاء نقيمة القيم الخاصة بتقرير بلتس لأنه ليك كدرا محدودا من المرونة فعلى سبيل المثال هنا لا يمكننا تعديل استعلام قائمة القيم وحجمها محدود جدا ولهذا السبب برسيا يصنع من شيسا عن السوات ساكس كينا وهي السيئ لذا أنه إذا انتم اضطروا في تعديل تعريف هذا الاستعلام ما تحتاج إلى الذهاب إلى مجموعة القيم القياسية لأوراكل ثم تعديلها هناك فعلى سيئ مريخ أنت تعرف أنت لمس ديبنا أبرل يودا وله السبب قانا بيكشعش عنواعنا الخاصة فعلى سيئ لانت ما كان لانت من دس من استمس ألف أوراكل مرنا تحوي للألف المخصص بالتالي يحتفظ بالاستعلام نفسه لكن سيت سمس أورستو وأئمة القيم من تقرير بلتس وعلى بقي ما كنا توعيس الاستعليم للا سيئ للباس وليمتنان أيضا سوى عليك لدي المعلمات هنا مثل التحقق من القائمة وتسعرس الترشيح قبل العرض من المهم أيضا توضيح كيفية عملها ولكن دعني أولا أوضح لك قليلا عن الاستعلام لأن قائمة له القيم يستعر ستين تلع عمودين يطلق على أحد ما يسمي القيمة والآخر هو الوصف سوديها العمدة المطلوبة بعد ذلك يمكن أن يكون عندك عمود معرف اختياري في البداية بس إن هذا العمود اختياري للابس ذلك ما ميك عندك هذا العمود فإن هم بيتم إرجع القيمة من عمود القيمة هنا وبيديل الحالي اسم المورد إلى استعلام CQL هنا إلى الربط دفو اسس مرة اللي عندونا هي نيستوسكم إذا نستأكشي نيس عمود الرقم التعريفي في البداية هزمن تو عمود المعرف مباشرس بالعمود القيمة لازم ادي أيضا نقيد ما يسمح بإضافته في النهاية يجب أن يكونش بالعمود القيمة إذا كان عندك عمود معرف ده يعني الآن إنه إذا أمضي تشغيل هذا الاستعلام وقمت تأييد ذلك المعامل سيتم إعادة معرفة البائع إلى هذا الربط وده يعني إنه ما يعمل بعد الآن ده يمكننا القيام بطريقة مختلفة بدلا من ذلك بساعد شامي ناكس والسنت المورد سوين بيسانيون للضايدس نفترض إنه شركة شريم للرعاية الصحية كانت عندها فواتير نعم بشوفين هلا يسى الستندرز واز تسين سويلة SQL نعم مايف عند الخسارة الخلفية عندنا تم حكا كانها بادي الطرعية ده توي نوع لوف المخصص ولوف المخصص يعني إنه مش عندنا اسم يمكن إعادة استخدامه بزا فإنه استعلام قيمة القيم هدا يستخدم الآن فقط في هذا التقرير المحدد تعاليش يمكنه عادة خيرسترو يؤثر على أي شاي السوري بس نعفه لا يمكن إعادة استخدامه بسهولة ده يفنا إعادة استخدامه في تقارير أو معايير أخرى يمكننا نقر على أي ذا الزر ومن بسانت يمكننا إنشاء قائمة قياسية لنوع قيمة منه وبعد ذا يمكننا إنشاء نقول قائمة اختبار المورد التابعة لقائمة القيم عادة ما يمكن هاي سوى استخدامه مختلفة في دستين أو دماء والاني جارنيز تختار الخيار السابق المورد لو هدا والنموزي القياسي لنا سما شافي تم استخدامه 47 مرة لان يختار هيد مرة أخرى أو أعيدو الاسم البيع لسي يعمل بشكل صحيح لكي فين ايش ينسيش السريوس هيتين المربعين الاختياريين فين ايش واحد منها يسمي التحقق من القائمة والآخر هو الفلتر قبل العرض وبما دي أبدأ مع الثانية الثانية بترلس بالأدي بالنسبة للقوائم الكبيرة من القيم فهتشكل السعيين فلتر قبل الستيس هيتوس قبل العرض لانه إذا مساعمه بتعيينه وغني سألغت عديده من السمات شي غيره بدي اللحظة عندما نفتح نموذج بليتس ريبورت في الخلفية فانهوز ينفذ استعلام قائمة القيم بدل يكون دكشي كبيرا جدا لذا إذا كان عندك مجموعة بيانات معاملات كبيرة فدلا يتكتمل العملية أو قد تستهلك النموذج الخاص بك الذاكرة بالكامل ثم قد يظهر رسالة خطأ تقول لا يمكن عرض قائمة القيم أو قد يتعطل بسبب نفاذ الذاكرة لكن إذا كانت قائمة القيم صغيرة بما يكفي يجب أن يكون إعداد هذا الفلتر قبل العرض متوقفا لأنه أكثر ملاءمة للمستخدم لأن هذا يعني أنه يتم تحميلها بالفعل في الخلفية ويمكنك فقط النقر المزدوج على اسم المورد ويعرض قائمة القيم بهاي الطريقة ويمكنهم إدخال قيمة أو التوقف عن الكتابة لذلك إذا كتبت الحرف A ثم نقرت على المفتاح يمكنهم اختيار إحدى هذه القيم مباشرة وذلك أكثر راحة لأنه إذا كان عندك هذا الفلتر مفعلا فهذا أفضل للأداء لأنه الآن عندما نحن فتح في منصة بليت سويب في هذه الحالة ماني تم تنفيذ الاستعلام بعد هينفذ الاستعلام فقط عندما يندخل قيمة الوسيط هنا ثم نضغط على قائمة القيم لذلك إذا نقرنا نقره مزدوجة الآن عندنا هذه الشاشة التي يطورنا وتطلب منك إدخال قيمة لتحديد القائمة لأنها تكون كبيرة وبإمكاننا بعد ذلك إدخال قيمة والآن في هذه اللحظة عندما يتم تنفيذ هذا الاستعلام وذلك عندما أفضل كثيرا للأداء لكنه ليش مريحا جدا لأنه في الأساس لا يسمح بالنقر المزدوج لذا هذا هو الفرقس الرئيسي ثم من في بسان أوت لأنه بعد أن أمتم تغيير هذا المربع الاختياري إذا أمتم تغييره بهذا الشكل لأنه بحاجة إلى أن نكون حذرين يليلا لأن هذه الآن قائمة مشتركة للقيم لذا فهي ليس مستخدمة فقط في هذا التقرير المحدد بل تستخدم أيضا في تقارير مختلفة وهذا ما يمكننا رؤية خلف هذا الزر استخدام بواسطة لذا يمكننا النقر على الزر ثم يعرض قائمة بجميع التقارير التي تحتوي على معايير تقارير والتي تستخدم هذه القائمة من القيم ويمكننا أيضا التنقل مباشرة هناك على سبيل المثال هنا تقرير مدفوعات الفواتير في معايير الموردين يستخدم تلك القائمة من القيم يمكننا النقر عليه ننتقل ما بخانش إلا فيك التقرير وإلى المعامل الخاص بالمورد حتى أنا باك من رؤية شان أين يتم استخدامه وإذا كنت تريد العودة إلى تقرير الاختبار الخاص بنا يمكننا أيضا القيام بذلك بهذه الطريقة وسمى مؤكدا نستخدم هوتش للعودة أفنيك أيضا بالإضافة إلى هذا الاستخدام للتنقل إن هناك أيضا بحث نص كامل لذا إذا كنت ترغب في العثور على جميع قوائم القيم للموردين وتعرف اسم الجدول لنفترض AP للموردون يمكنك على سبيل المثال إدخال اسم الجدول وسيظهر لك جميع قوائم القيم اللي تحتوي على ذلك الاسم ثم يمكنك بسهولة العثور على قوائم القيم الموجودة لتجنب التكرار على سبيل المثال وهكذا كان عندك زر Use By وفلتر قبلة العرض والآن التحقق من القائم وإذا تلك الخانة أنت تحدد إذا كنت مسموحا باستخدام العناصر العامة أم لا وهكذا كان الوضع الافتراضي لما يكون مربع الاختيار مفعلا إذا قمنا بكتابة حرف A على سبيل المثال يجبرنا على اختيار قيمة واحدة صحيحة فقط وبالتالي لا يمكننا استخدام رمز الاستبدال لا يمكننا القيام بشيء من هذا القبيل على سبيل المثال إذا كنا نرغب في الاستماح باستخدام علامات الاستبدال على سبيل المثال نود استخدام شرط مثل بدلا من علامة المساواة وربما حتى تجعله غير حساس لحالة الأحرف لذا هناك الأعلى اسم العرض مثل في الجزء العلوي هنا من الربط وثم ربما سنقوم أيضا قل المريض مثل تفهم استوسط المستخدمون أن ذلك يسمح استخدام البدن تسكن لهم لها استخدام البدن وما سنحتاج إلى تغيير خانة الاختيار أيضا عندها سنغير خانة الاختيار هنا والآن إذا قد تتجنب تغيير التعريف القياسي من قائمتنا للقيم يمكنني على سبيل المثال تحويلها إلى مخصص أولا والآن لم تعد تؤثر على قائمة القيم القياسية لأنها الآن مخصصة فقط لهذه الباراميتر المحددة والآن سوم بلوان تحديده حتى تتمكن من رؤية الفرق لذا الآن يمكننا على سبيل المثال أن نقول ثمانية بالمئة ثم يجد جميع الفواتير من الموردين الذين يبدأون بساعم بثمانية بالمئة دعني أيضا أغلق ملفات السجل هنا وانديويد ملف الإخراج ها هي جيء الفواتير من الموردين اللي تبدأ بثمانية بالمئة و نعم رئيسي أسمح لك باستخدام الوايت كارد ولكن يمكنك أيضا استخدام قائمة القيم كمثال بهذه الطريقة وبذلك لا تزال تعمل يمكنك أيضا القيام بحيل مثل حرف الألف وبنسية بنسبة إذا كنت تستخدم ديكشنك هزب علينا التحقق من القيم المتعددة لذلك يمكنك القيام بشيء مثل هذا وتقوم بلتس ريبورت الآن تلقائيا بتحويلها إلى مثل مقارنة إلى جميع الألوان على سبيل المثال عندك امدادات مع O وعندك أيضا امدادات مع B كما توفن هنا وإذا نظرنا إلى استعلام SQL ربما هنا نعم زمجة لدينا الآن بدلا من العبارة الافتتاحية شرط باستخدام O هذا ما يقوم به تقرير بلتس تلقائية لذا إذا استخدمت القيم المتعددة فإنه يحول نص استعلام SQL الخاص بك إلى شرط يطبق هذا الشرط للقيم المتعددة حسنا تهي المربعات المختلفة الخاصة بالتحقق من القائمة والفلاتر قبل العرض ثم هناك شيء آخر التي اظهار وهو أن التبعيات أنتشن عندنا تبعيات لقائمة القيم والقيم الافتراضية لذا كان يمكنك أن تراها هنا في هذه القائمة من القيم بالفعل لدينا تبعيات لأنها تبدأ دولار فليكس دولار ثم نقطة ثم اسم المعامل أو اسم قائمة القيم لذا فإن هذه هي نفس صيغة أوراكل التي تستخدم الدولار ليشير إلى معايير أخرى في هذه الحالة اسمح لي فقط بتكبيرها حتى نيشنت مكنا من رؤيتو كراس عندنا سعى جملة اللي بتقول إنه معلمة الوحدة التشغيلية إما أن تكون خالية أو إذا لم تكن خالية فإذا كانت معلمة الوحدة التشغيلية مملوئة فيجب أن يكون معرف المورد ضمن مواقع الموردين في وحدة العمليات تلك وملئين ما في ويتو عندنا معامل وحدة التشغيل ولهذا السبب بيظهر جميع الموردين ولكن يمكننا إضافة معامل وحدة التشغيل ولكن قبل ذلك نحتاج إلى إضافته إلى الاستعلام لذا خينا نعلي ذلك هنا لين الجدول وحدة التشغيل ومعرف المنظمة يساوي معرف المنظمة من من الفواتير سقطوين أنه ندخله مرة أخرى في لوحة والآن نحتاج إلى معلمة لذلك لا أريد كتابتها لذا دعني فقط أدخلها من هنا بالنقر المزدوج عليها وحدة التشغيل عندنا العديد من الوحدات التشغيلية في تقارير أخرى بالفعل عندنا يمكننا ببساطة نسخ هذه مثلا لأنه جملة تبدو جيدة ونود رؤيتها في بداية الموقع خمسة لذلك العامة نشغلها بهذا الشكل يعني نشوف الآن فقط الموردين من لذلك ستشوفي أنه الرقم هو 261 من وحدة التشغيل في جين أوبريشنز وإذا استخدمنا لذلك أختار وحدة التشغيل مختلفة عندنا واحدة دي بأن تحتوي إساتم ألكب عندنا أن تعصيو الخدمات البصرية على موردين أيضا النعم إلي الآن فرفو موردين مختلفين الآن نشوفه فقط 44 موردين هيجز تعمل هذه الميزة وهناك حيلة أخرى مع التبعيات يمكننا حتى استخدام قيم متعددة الخدمات البصرية والنقل للعمليات البصرية في نفس الوقت بل سنت أسأل نوت كما كان معانا أسماء للموردين هي المزيج نتشوف هنا 269 وهي جميع الموردين في الوحدتين التشغيلتين معانا ونحن نتغليفك يعني معيار أوركا ما بيكشن فعل دي لك عندنا خدعة نستخدمها على سبيل المثال إذا نظرنا إلى قائمة الموردين هنا استخدم ذلك كونتينز من المرجح أن يكون الأمر أسهل للإضاحة بدلا من استخدام علامة المساواة فسوف أعرض لك مثال باستخدام علامة المساواة أكون متصايصة وفيكي أسهل من الضروري أن يكون اسمها أحد الشي إما تشغيل مساوياً لسمها أحد الشي وتشغيل تشغيل في معامل واحد الشي إذنك السؤال لأنشاء تبلي ويتشغيل لكن هذا يعمل فقط لوحدة تشغيل وحدة ولكن إذا كان عندنا كما في هذه الحالة كنت أشغلها للتوقع نفترض أن عندنا قيم متعددة واخترنا أيضاً خدمات فيجن لأن إذا عندنا سلسلة مفصولة بفاصلة منقوطة بحيث تكون العمليات فيجن فاصلة منقوطة خدمات فيجن وبعد ذلك ما يعمل هذا القيد ببساطة باستخدام إشارة المساواة لأن اسم الوحدة التشغيلية هذا ما يساوي تلك السلسلة لأن هذا ببساطة يحتفظ بالسلسلة الكاملة ولهذا السبب عندنا دالة يحتوي لذا يمكننا استخدام دالة المساعدة هذه ويمكننا أيضاً النظر إلى الداخل فهي في الأساس وظيفة ريجيكس بعد أن أشوف أنه يستخدم عبارة ريجيكس لايك هنا وبهذه الطريقة فإنها مر عبر السلسلة بأكمل ويقارن كل عنصر باسم وحدة التشغيل ثم حتى وظيفة القيم المتعددة تعمل مع التبعية وهكذا يمكنك استخدام التبعية في قائمة القيم ويمكنك أيضاً استخدامها في القيم الافتراضية هنا على سبيل المثال لدينا اعتماد تاريخ الفاتورة الثاني على معلمة تاريخ الفاتورة الأول لذا إذا قام المستخدم بإدخال الأول من يناير فسيتم تلقائياً ملء التاريخ الثاني ليصبح الواحد وثلاثين من يناير دان أيضاً الأكثر شيوع عن نطاقات التواريخ كقيد أو افتراضي لأن المستخدمين غالباً ما يرغبون في تشغيل البيانات لمدة شهر واحد إذا لك سمت بإزالته جلانفور إذا أدخلت على سبيل المثال الأول من سبتمبر ما أكتم افتراضي وإذا أنت ترغب في إعداد قيمة افتراضية وإذا كان عندك معلمة تاريخ يمكنك فقط ترى إن هذا الخيار الثاني ليه عندي قائمة بالقيم بجانبه يمكنك النقر عليها حتى لا تضطر إلى كتابتها إذا نقرت عليها فإنه سيملؤها تلقائياً بالقيمة الافتراضية من اسم المعامل الأول وترى إن أسماء المعاملات يتم الإشارة إليها بدلاً من المسافة إلى فاحنو نستخدم هنا الخط السفلي بدلاً من كتابة تاريخ الفاتورة من نستخدم الخط السفلي بدلاً من المسافة عندها يتم الإشارة إليها يمكنك أيضاً الإشارة إلى شيء آخر غير اسم المعامل على سبيل المثال إذا كان لدينا اعتماد على وحدة التشغيل بدلاً من استخدام التعبير الموجود هنا على سبيل المثال بدلاً من يمكنك الإشارة إلى الوحدات التشغيلية باستخدام الحروف السفلية في كلمة الوحدات كما يمكنك أيضاً الإشارة إلى الموارد البشرية باستخدام الحروف السفلية في كلمة الوحدة التشغيلية لأنك تستطيع أيضاً الإشارة إلى أسماء قائمة القيم وهذين الخيارين يعملان وربما لاحظت أيضاً القيمة الافتراضية هنا ليس عليك كتابة select this from dual and schema tariffon وهذا ديناميكي ولس بحاجة لفعله لانه blitz report يفهم تلقائيا انه هذه جزء من دالة ثم ينفذها بشكل ديناميكي لذا لس بحاجة لكتابة from dual ذلك دعنا نزيله مرة اخرى ويمكنك ايضا استخدام شيء مثل على سبيل المثال هذا التاريخ ناقص 100 او 1100 ومن ثم يتم ملؤه تلقائيا بهذه الطريقة ذلك لا تحتاج الى كتابة الاستعلام بالكامل من دوال ولكن بالطبع يمكنك ان تضيف استعلام select اذا كان الاستعلام اكثر تعقيدا وربما نجد مثالا لذلك نجي نظره على الموردين في اي بي لنقوم بحفظه الانتن هنا ايضا مش عندنا شيء استدعنا نعود الى اي منها فواتير المشتريات والخطوط قد تحتوي على قيم افتراضية نعم هاتش عندها قيمة افتراضية هنا فهي تحتوي على قيمة افتراضية اي ساعم قد هيدا ديناميكي لذا ممكنك ايضا تضمين استعلام SQL هنا وهنا عندنا القيمة الافتراضية هي متنسبة قيمة واحدة بس نسميها ان تكون ديناميكية لانه هازم ضبطها فقط اذا كانت كل هدي او اي منها فارغة بشكل اساسي هدي هي المنطق في هذه الحالة وهناك شيء اخر الان وعندما انظر الى هذا شيء اخر لاركم ايه ترى انه هازة عنده عطو تسلسل عرض بقيمة سالب عشرة سالب عشرة يعني مخفي زي اي معلمة ما تشرب في عرضها مثل معيار اوركا يمكنك ان تكون عندها معلمات مخفية والتي سيكون لها ترتيب عرض سلبي لما نشوفه في معايير اختيار التوزيع اذا نقرنا على التشغيل ما تظهر لان اول معلمة ستكون اسم الدفتر كما ترى هنا وهكذا تعمل تسلسلات للعرض السلبية واذا تركت تسلسل العرض فارغا فان ذلك يستخدم فقط اذا كنت بحاجة الى اضافات اخرى شروط جملة وير او نص اسكيو الاضافي لنفس اسم المعامل ستزاف فيدي وظيفة مختلفة لديك يقول لاخفاء المعاملات يبقى تستخدم تسلسل عرض سالب وللحصول على نص اسكيو الاضافي في مواقع اسكيو ال مختلفة الموضع في لغة الاستعلام التصريحي اسكيو ال عندك السجلات الاضافية هنا بدون ترتيب عرض والاولى هتكون لها ترتيب العرض هذا هو الفرق هذا تقريبا كل شيء اللي نظهره ان فيه تفاصيل صغيرة اخرى قدم تكون مفيدة لذا ستعود الى تقرير الاختبار هنا اذا ادخلت المعلمات وادخلت معلمات في الوسط لانكل عندك معلمة اخرى وهكذا فقد تنفد في النهاية تسلسلات العرض هنا لذا اذا ادخلت المزيد تتلاحظ هنا انه يتحول تلقائيا الى هذا الرقم 16 وهكذا ولكن اذا اضفنا الان اربعة ثلاثة معروضات ثلاثة معلمات بينهما فان مفاعد رعنا النطاق للتسلسل المناسب لانه يقعد في الفجوة ولهذا عندنا خاصية هنا في القائمة الادوات اعادة تسلسل المعلمات ثم امكنك تحريكها بتكون على مسافات متساوية على مسافة 10 ذلك يكون مفيدا اذا نفدت لك المساحة لديك هناك وترغب في اعادة ترتيبها بالتسلسل فانتاس كان دم تأديمه لتفاصيل المعلمات وكيفية عمل قائمة القيم والقيمة الافتراضية شكرا سوء الله سلمشاهدة